نبدأيا تتمسك كل من إسرائيل وحماس بجولات المفاوضات على أمل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لكن بعد أشهر من المفاوضات والأخذ والرد لا يزال الوصول لتوافق بعيد المنال يغسانه راوية بطبيعة الحال هناك نقاط خلافية كثيرة بين الجانبين تحول دون الوصول لاتفاق حتى الآن أبرز أوجه الخلاف كان اشتراط حماس وقف دائم لإطلاق النار كشرط أساسي مسبق للتفاوض على الإفراج عن الرهائن ورغم تخلي حماس عن هذا الشرط لم يتضح بعد وصول الجانبين لتفاهم النهائي كما أن إدارة القطاع فيما يسمى باليوم التالي للحرب تعد أيضا نقطة خلافية جوهرية بين الجانبين فنتنياهو يتوعد بالقضاء على حركة حماس ويرفض أي وجود لها بعد الحرب في حين حماس تتمسك ببقائها في القطاع والمشاركة في الحكم كحد أدنى كما أن نتنياهو يصر على وجود آلية لضمان عدم السماح لعناصر حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بالعودة إلى شمال القطاع وهو مطلب يتوافق مع اختراح بايدن بالسماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال القطاع وتشمل نقاط الخلاف أيضا مطالب سحب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في وقت أن هدف نتنياهو المعلن هو السيطرة الأمنية على القطاع من المفترض أن يستغل الجانبان فترة الأسابيع الستة للتفاوض على اتفاق بشأن المرحلة الثانية وفق المقترح الذي يشمل إطلاق صراح جميع الرهائن الأحياء بمن فيهم الجنود لكن الخلاف برز مؤخرا بعد طلب إسرائيل أسماء المحتجزين الأحياء الذين سيطلق صراحهم وذلك قبل إتمام الصفقة ومن بينهم ثلاثين على الأقل أحياء وفق إعلام إسرائيلي وكما يبدو أن حماس قلق من استئناف إسرائيل للحرب بمجرد إعادة رهائنها وتطالب ضمانات من الوسطى تحديدا الولايات المتحدة لضمان عدم وقوع ذلك